ضربات موجعة للميليشيات الانقلابية في تعز تستمر المعارك والمواجهات في جباهات محافظة تعز الأكثر عرضة للعدوان من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والأكثر انهاكا للميليشيات الانقلابية في الوقت نفسه فالحوثيون يواصلون الزج بمزيد من عناصرهم ومجنديهم إلى جباهات تعز ويعيدونهم جثثا هامدة آخر حصيلة للقتل في صفوف المتمردين 26 حوثيا قتلوا وأصيبوا بضربة جوية خاطفة 18 جثثا لعناصر الميليشيات الانقلابية وصلت إلى المستشفى العسكري في مدينة الحديدة يرافقهم ثمانية مصابين كانوا جميعا في طريقهم إلى جباهات الساحل الغربي لمحافظة تعز وبضربة واحدة من مقاتلات التحالف العربي في منطقة الهاملي شمال مديرية المخى سقط كل أولئك ضحايا جهلهم وانخراطهم في ميليشيات إرهابية لن تمر جرائمها وعدوانها على المدن والمحافظات بسهولة معظم القتل من الميليشيات هم من المجندين صغار السن ممن زجت بهم الميليشيات في معاركها ويدفعون ثمن عدوانها وسيرهم الأرعن وراء قيادات حوثية تتراكم جرائمها بحق الشعب اليمني وهو عدوان انقلابي لن يفلت قادته من العقاب الضربة الجوية المحكمة جاءت بعد ساعات من معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات اندلعت في جبهة مدينة تعز وأخرى باتجاه مدرسة وتبة الشفاق بجبهة الأقروض جنوب شرقي المدينة المواجهات أسفرت عن مصرع خمسة حوثيين وإصابة آخرين من جانب الجيش الوطني استشهد جندي وأصيب اثنان آخران ودون جدوى عدوان ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح يواصل سلسلة جرائمها الممنهجة ضد تعز حيث تواصل قصف الأحياء السكنية في المدينة على وقع انتكاساتها في الجبهات